موسيقى العراق بلد العلم والعلماء هذا البلد العظيم بلد ما بين النهرين يضم بين جنحيه الآلاف من الكفاءات والمغترعين و7500 براءة اختراء على الأقل حالياً مسجلة في جهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية مديرية براءة اختراء قسم الملكية الصناعية تتوزع هذه البراءات على عموم وزارات الدولة والقطاع الخاص ومنها أمانة العاصمة عاصمة الحبيبة بغداد ولقاءنا سيكون هذا اليوم مع أحد مبدعيها ومخترعيها وهو الأستاذ حسام العيثاوي في دائرة ماء بغداد التابع ليمانة العاصمة ومسؤول مجمع البعيثة وثلاث براءات اختراء رائعة نترك الأستاذ حسام ليتحدث عنها أو عن عاحدها أهلا بك سيد حسام أهلا بك سيد حسام في برنامج العلم للجميع أهلا سيد دكتور الحقيقة أنا سمعت يعني من اتصالت بجنابك الكريم سمعت أنه براءات متميزة ووحدة من هذه البراءات الحقيقة خارج الصندوق هي كل البراءات خارج الصندوق يعني لأن هي البراءة عبارة عن فكرة تقدح في ذهن المخترع وبالتالي تتحول إلى أنجاز حقيقي على أرض الواقع يحل مشكلة حقيقية وكذلك فائدة اقتصادية للبلد تختلف عن الأفكار الموجودة في كل العالم لأن العراق تحت مضلة الوايبو وبالتالي براءة الاختراع العراقية تعتبر براءة اختراع عالمية تحدثنا أستاذ الحسام عن براءات الاختراع مع الجنابك الكريم الثلاثة طبعا أنكوا بالطريق كم براءة وبإيجاز أشفك دكتور نعم براءات الاختراع هي كثيرة وتعتبر خيال علمي ما لم يقوم المخترع بإمكانيته من يطوحها لتصنيع حتى تصبح براءة اختراع يعني تصبح اختراع والأفكار الكثيرة تقدح في الدماء لكن مشكلة التطويحة هنا تحتاج لأمكانية المخترع وتجيب أوقات ما تعرف أنت لازم تنزلها على الورق خاف تنساها صح لا لا أصلا المخترع عنده ذاكرة قوية مش شوطة ذاكرة قوية ملاحظة قوية هالي الساعدة يعني على التفكير يعني يذني خزين مالته ويحتاج إلى أدوات لأن المعرفة أسيرة أدواتها يعني قبل نرى بالعين المجردة الآن عندنا التليسكوب وعندنا الميكروسكوب نعم يعني هناك معارف ما نقدر نشوفه بالعين المجردة ألا نحتاج أدوات أكيد أكيد فهذه الأدوات ضرورية للمخترع يعني يكون مثلا قوي بالرسم الهندسي يرسم على أقوى البرامج مثل صويد ورقس وغير المبراج محاكاية يجب عليها يتعلمها أكيد وكذلك أسلوب الكتابة والتوضيح ويقدر يوصل لذكر الآخرين ويطوحها بالتصميم حتى يقدر يصنعها المصنع تمام حسنا نبدي بالبراءات الاختراء وياها اللي راح نناقشها أولا ويجنابك الكريم على مد نقدر نوصل الفكرة أساوى أن تاخذ مجالها بالاستثمار اللي هو المهم يعني البراءة من ما تاخذ يعني مجالها بالاستثمار الحقيقة تكون فنتمنى أنه نعم والبراءة اللي أكثر وحدة أنا اهتم بها لأنه إنسانية هي السرير الطبي الخاص للعناية القصوى لأمراض الشل الرباعي والإعاقة الفوق الكبرى يعني الفوق الكبرى يعني هناك طباء عراقي يعني تحدوا وقالوا مستحيل توصل مستوى الفوق الكبرى يعني مثل الشل الدماغي السكتة الدماغية هذه قالوا تحتاج إلى دول عظمى مثل ألمانيا وغيرها نعم على مد الفكرة توصل شنو الموجود وانتش طورت الموجود كله غير فعال يعني مجدي بالشوف العاقة الفوق الكبرى مثلا الكسر عمود الفقري كسر الحوض كسر العنق نعم إصابة الحبل الشوكي أو الشلل الرباعي نعم شلل الدماغي إذن لا يمكن تجبيسه يعني اللي عملية إجراء حملية هناك موانع مثلا وظائف رئة تعبانه وقلب تعبان المرات المخدر ما يقدر يخدر المريض لأن يفقده نعم يبقى الجسم يعالج نفسه بنفسه لأنه جسم الله خالق الجسم يعالج نفسه بنفسه ويوجد مناعة طبيعية ومناعة يحتاج إلى وقت يعني كل يوم وفي سنة يعني إذا الأمر الستين يحتاج شهرين حتى يلحم الكسر ها الفترة ها الفترة ركود ما يقدر يتحرك فتسبب مضاعفات ومنها قرح الفراش منها تكون الحصة بالكلية أو بالمثانة لأنه ركود مضلو إضافة إلى امتلاء الرأتين بالماء وهكذا من سيء إلى أسوأ حتى يموت تمام إذا لم يموت في حالة الإصابة يموت بالمضاعفات نعم مساء المضاعفات نعم حاليا حس المرضى شون الموجود على مواد يتلافون هاي الحالة حاليا الموجودة الكراسي أو الأسرة هاي الكراسي والأسرة عادة نقدم طلب براءة اختراع في موضوع لازم نكتب عن الفن السابق نعم لتراتيش ريفيو فهذا الكراسي المستعمل الآن يظهر مجدية ما لها علاقة بالقرح الفراش ولا لها علاقة شوف احنا نحتاج إلى شغلات مثلا تقليب تقليب المريض لازم ينقلب كله كله ينقلب ويتحرك كله قرحة الفراش آليات الجلوس مثلا هو عنده كسر بالعامود الفقري وما ممكن سويله عملية تترك حميش طبيعي شون يجلس هنا إذا تدفع من الخلف وعادة نتكلم عن كبار عمر يعني عندهم هي شاشة عظام هاي ما بها مجال عند السكر وها المراض الكبيرة طبعا طبعا فهذا تدفع من الظهر راح ربما سبب كسر أخرى إذن استاذ لو سأل فينا على السرير لطبي اللي اخترع جنابك الكريم واشضاف للسرير الأجنبي وما هي الميزات والتطبيقات الخاصة بهذا السرير نعم هذا السرير الدكتور يتميز بتقنيات ما موجودة ما مسبوقة يعني بكل العالم لحد الآن والعالم يبحث عنها من السبعين لحد الآن أول ما تكره السرير بقتها شفتها في برنامج العلم الجميع الدكتور كان الدباغ الله يرحمه أستاذ كان من الدباغ الله يرحمه الله يرحمه فأنت صغير فقلت لك هذا البرنامج يثير يثير الأفكار دقيقة دقيقة شون صغير ستة ما شاء الله مبين ما هو مولدك 65 65 يعني من الدباغ البرنامج انتهى سنة 1994 يعني 65 إلى 24 بعد قيس 20 سنة تقريبا المهم أي المهم هذا سرير لحد الآن صنع وعدة أسرة متنوعة منها المنفاق هذه الفقاعات تتغير المكان مرت النفق هذه مرت اللخ بالتناوب أو المفصلي المفصلي لا ينجح هنا لأنه مريض راكد لا يتحرك فصعوبة تقلبها هكذا إذا قلبت لازم يكون على الجهة المفصل نفسه ثم تقلبه وبهذه الحالة راح سيحسب عندك سور في حالة كانت عنده شاشة عظام ثنيا المريض نفسه ما محدد قياس ثابت مثل هذا ضعيف هذا السمين فهذه هم يفرق لا تستطيع تحسب حساب هان سري اللي سويت آني قال التقليب هو نفس الشرشف ما سري يسحف تخيل لسه واحد خلي على كل من خلال عتلات محركات طبعا محركات نعم فهذا عندما ينسحب الشرشف من أسفله راح ينقلب ينقلب المريض محوريا بدون أي مشاكل أو مضاعفات وقضاء الحاجة قضاء الحاجة يبدأ طبعا هذا السرير يعمل بنظام الاردوينو ويعمل أيضا بنظام أوامر صوتية يعني هذه أوامر صوتية لأننا نتكلم عن مريض فاقة الحركة كليا شل الرباعي شل الرباعي يعني ربما بس أين أو لسان يتحركون وفي حالات شل الدماغي يفقد كل الحركات الإرادية والغير إرادية يبقى عايش على الأجزاء مع نفس لا بس القلب حتى أجزة تنفس حتى التنفس نجهز يبقى بس القلب يشتغل هذا شل الدماغي اللي يصيب الكبار يعني هذا سكت الدماغي يصيب الصغار يشل الدماغ يصيب الكبار فهذه المأساة تمالتهم يحتاجون إلى تقليب إلى قضاء الحاجة قضاء الحاجة هنا أول ما يبدأ بالأرجل هذا السرير يبدأ يرفع الأرجل يجعل المريض وهو نائم يرفع الأرجل حتى يأخذ وضع الجلوس وهو نائم تخيل أو ترفع رجلين إذن خلال اختراعك هذا الجديد ضفت للسرير الأجنبي مستلزمات يحتاجها المريض كانت لم يتوفر بالسرير الأجنبي وبالتالي اختراع عراقي جديد يضاف إلى موسوعة الاختراعات العراقية الكثيرة نتمنى أنه ينال جانب من الاهتمام وبالتالي الاستثمار من قبل وزارة الصحة على الأقل أو القطاع الخاص سأل فينا على البراءة الثانية والله البراءة الأخرى مثلا مسلقة النخيل الآلية هذه سيارة تصعد نخل سيارة هذه عجوبة نعتبرها حلو 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 من الواحد يكون معجب بالاختراع مالته شي لطيف هذا حقك تفتخر نعم لأن دكتور مجموعة اختراعات في آن واحد اه يعني إذا تمكنت من الصعود النخلة هناك صعوبة الالتفاف حولها يعني مو بتجاه واحد نفسها الآلية تستخدمها في الالتفاف وهنا الصعب وهنا أنت حققت المثل اللي يقول اكرموا عماتكم النخيل الحقيقة فإكرام النخلة هو توفير مستلزمات التعكيس والتلقيح والقصاص وهذه كلها تحتاج إلى آلية لصعود النخلة يوجد بعض النخيل يوصل ارتفاعها 30 متر صح؟ هاي اللي عمرها 60 سنة أو أكثر وقد تتجاوز طول مرات يوصل 40 أو 50 مو يتشي ايه توصل بعدين تميل توقع عالي جدا عالي عمرها هيوصل بـ 70 سنة مقزيم أكون أخير أكثر 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 مئات مئات السنين مئات السنين نعم تعتبر ضمان اجتماعي ضمان شون تقاعد الفلاح تضمن حياته وتضمن حياة أولاده من بعده نعم الفلاح اللي كان عنده خمسة نخلات هذا ما يخاف الجوع هذا عنده غمان اجتماعي إذن هاي النخلة تستحق أن نخدمها وانت خدمتها بطريقة عملية من خلال جهاز متسلقة النخيل اللي يعتبر تكلمين عنه تحتوي إلى أسلاك نفس السلك ما تتبالي بس تتنوب على دولاب واحد بعد الآخر والشخص قاعد بيها الشخص قاعد بيها نعم وهي وحدة تسلق يصعد يعني هو ما يبدأ أي حركة هو لا لا هو عنده غير يعني يعني يوصل غير احتضان بعدين غير بالصعود تختلف عن متسلقة الأستاذ رامي أو الديوانية مهندس رامي اللي يمسوي متسلقة يدوية حقيقة بدأ يسوق هالدول الخليج وكنافة نعم هو جاء بعدي أستاذ رامي شوف أنا قدمتها بالـ 2008 لا لا في 18 2018 يعني صال يعني يعني 12 سنة يالله حصلت البراءة بالمتسلقة لا 2018 لا 2008 2008 قدمتها اي يعني يعني معناها بالضبط 14 سنة 14 سنة يالله حصلت البراءة بالمتسلقة يعني كل شي صعبة يعني يا سنة حصلت البراءة 18 شي شي مهم بقيت 12 سنة 22 22 باقي حلو حلو لكن أنا اهتميت بالسرير لأنه إنسان الناس تحتاجه شي رائع هذا السرير يعني بدون تدخل بدون ما تمد إيدك على حرمة المريض هو يقوم كل أعمال نعم إذن أكو براءة أخرى يعني حقيقة أنا لاحظت السي بي مالتك مع الجنابك الكريم وشدتني البراءة على التورباين المحطة المائية نعم يعني فد مختصر نعم هو محرق جديد يعني العالم يظهر لدنا المحركات دكتور نوعين أما بستن مثل المكبس هذا المال السيارة البستن نعم أو توربين ريشة حركات الميكانيكية نعم الريشة نعم ما عندنا غير نوع نعم هذا دمجت بين المكبس وبين التوربين وتركت السلبيات مالتهم يعني الريشة مع التوربين لما يتفح المي يتسرب نصطها يروح صح هذا سويتها الريشة عن مكبس أصرت المي ما خلتها يروح عن نفس المكبس يعني الريشة تحولت إلى شكل مكبسي سويتها مكبس دخلتها بسلندر نعم وسويت نفس الدورة نفس المحور تقدر تخليها بمقام التوربينات المائية وتربط ايه طمعا دكتور دمج صار اسمه يعني تزاوج بين المكبس والمروح أخدت الإيجابيات فقط وتركت السلبيات مالتهم يعني انت بديت مما وصل إليه الآخرون نعم ونشتغلوا شوف كارغمائي المحركات اشتغلوا عليه دانيال وفرانسيس اجي اطور بعد بعدين بلتون آخر واحد ووضعوا حد مستحيل ما هكذا تجازة لان في حال تجازة توقف المحرك ما يقدر تحمل علي أكثر حلو سموه حد مستحيل ايه في المقدمة كاتب كنت قرأته ايه انطلق من الحد الذي انتهى إليه العلماء يعني من هذا الحد المستحيل وهذا الشي الحلو بعض العلماء العراقين قالوا لم يجرأ أحد على قول هكذا كنا لطيف هو المخترع دائما هو يكون قمة التحدي الصين سبب نجاحه هو الهندسة الأكسية الحقيقة وأفكار الجاهزة وتطوير الأفكار يعني رأس المال الصيني هو موجود فيه برااءات الاختراع الموجودة بالمصانع رأس مال الصين كذا تريليون دولار هو موجود فيه قيمة برااءات الاختراع وبالتالي هذا التوربين وين نقدر؟ مثلا محطة السد المائية نقدر نعود نعم نعم على أي سد الربط يولدنا طاقة هائلة يعني فوق حدود الأمانة والتوقع ما قدل القدر المتوقعة؟ يعني هو تعتمد على كمية المية ساقط أكيد القدرة لانقلة mechanical power تساوينا output power ما قدل الساعة مالتي يعني إمكانية أنه حسب الحصة المائية للنهار يعني ساعدنا للحصة المائية اللي تجينا من تركيا من نهار دجلي 500 متر مكعب 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 بثاني لا كانت قبل 500 هسا نزلت هسا نزلت طبعا هسا لا ما أعتقد 150 أو أقل أقل من النص هذا رسميا نحن نتكلم عن 500 متر مكعب بثاني أنه ارتفاع الضفة ارتفاع الضفة مع النهار يعني كل ما تحقق تحصل إلى ارتفاع أعلى تحصل إلى عامود ماء يضغط على وجه البسلم أنت عندك مثلا 70 طن يضغط على وجه البسلم إذن كمية الماء الكتلة المائية الكتلة في التعجيل الأرضي في الإزاحة راح تنطيك القوة طبعا القوة في المسافة تنطيك الزخم وبالتالي الزخم هو طاقة فإذن هاي الطاقة الأنبت وبالتالي راح تتحول إلى طاقة أو تبت نتمنى أستاذ حسام أنه تطبق ولو واحدة من هذه البراءات لأن هذه أصارت جهد مخترق نحن بنهاية لقائنا أستاذ حسام الحقيقة نشكرك وتعبناك وقطعنا يعني دوامك وممتنين جدا ونتمنى يعني أنه بالذات السريل براعة السريل الطبي أنه تستثمرها وزارة الصحة وكذلك البراءات الأخرى شكرا جزيلا شكرا دكتور